الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والله ما يضرنا لو نستعن بالله له كل يوم مشكلة مع اللي بمشو معاه تخطط رهب لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ندة ولا ضدة ولا شبيهة ولا مثيلة ولا والدة ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلي لهم وسلم وبارك عليه أما بعد فلازلنا في خضم السلسلة المعروفة بهذا العنوان ألا وإن العنوان هو عرش الشيطان وهذه الحلقة بإذن الله جل وعلا جعلتها تحت عنوان الوقاية من السحر الوقاية من السحر وهذه الحلقة قبل أن أدخل بإذن الله جل وعلا في الوقاية مباشرة فإن لابد أن أسقط الأمر على أرض الواقع لأن الواقع مر بسبب الجهل بالعلوم الشرعية أو بسبب نزول الجهل وبرفع العلم كثيرا ولأن الجهل قد استشرا في هذه الأمة من أقصاها إلى أقصاها من أدناها إلى أدناها فلا بد أن نتجه بإذن الله جل وعلا إلى الجهالات لمحوها وإلى الإثباتات لتثبيتها وإلا ما كان في الموضوع فائدة يعني حينما نتحدث عن الوقاية من السحر سأبسط المسألة كثيرا لأن العوامة وهم كثر يقعون في مآزة كثيرة في هذا الباب واحد يقول لك الوقاية آه الوقاية خير من العلاج طيب كويس لأن إنت لو أخذت بالوقاية بإذن الله ونجاك الله ما أنتش محتاجي العلاج فالوقاية ينظر لها الكثيرون بمناظير مختلفة واحد ينظر إلى الوقاية بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي وبما عليه السلف واحد ينظر إلى الوقاية بالبعد والتخلي عن هذه الأماكن والأشخاص واحد يرى الوقاية بالأخذ بيعني الشعبذات وبالكلام المشهور عند العوام والبسطاء يعني على سبيل المثال لما واحد بيجي يتجوز ليلة الفرح يقول لك تعالى خلي بالك هيتعمل لك عبل إن رحت جيت هو معمول معمول ليه؟ الكثير من أبناء القرى بالذات في الأماكن دي يعني يصابون بوهم ما يسمى بالرباط لماذا؟ بيجي أي واحد مجرم أو ما بيشتغلش أو كان صل وقعد وبعدين يقوم رايح السجل المدني ويجيب الأسماء بتاع الناس وخلاص أي واحد بيجوز يجي يدفع ليهربطه الوهم يلعب دوره والوساوس هو تلعب دوره ييجي بقى أول ماء الزوج يلقل بالزوجة تلقى يرزع الباب تلقى يرزع الباب ييه؟ ليه؟ لسوه؟ معنى ما كانوا بيه هيصوا بيلعبوا بيفراعوا بيعملوا فيه يه؟ لك معمول عمل وممكن ما فيش أي أعمال ولا في أي شيء لكن الوهم له دور خطير كذا بالنسبة للوساوس موجودة في المجتمع بقوة وإضافة إلى نعايني هناك بقى ما يسمى المجهود بمعنى العريس بيبقى عنده يعني جهد ذهني مجهول من قبل الفرح بأيام وتعبان وقعد يجري بالأثاث واشتغل هنا ويروح هنا فبقى مرهق جدا ومنهق ولذلك الإرهاق بيؤدي إلى الفتور فيظنوا أن سحرا قد تم له يقول لك يبقى معمول لعمل يعمد الإرهاق لا هو معمول عمل خذلي بالكم الحتة دي طيب لما يجيوا لك يقول لك أنا معمول يوم راحل للراجل يدى الجلد يقول له يا فلان فلان انت عملوا كذا يقول ماشي ادفعوا إيه لك أن يدفع مثلا كذا طيب ماشي وروح أطلوهم أفكوك هو الوهم بتاعه إليه نفسه كذا تيجي البنت تقول لك الله ده أنا يتقلب عليها الأمر هو أتفك وأنا أتربط يا دي المشكلة إرجع تاني للراجل دي يا شطاء يا فلان نعم ده أنت حلت دي وربطت دي يقول لما أنت مدفعوا إيه نفسه كويس هات وانا نفكي لكو دي يدفعوا يروحوا تلاقي البنت تمام وفي الأصل ما مش أي حاجة مش أي شيء ما فيش أي شيء شتان ما بين الإنكار المطلق لهذا الشيء وما بين أنني بتكلم عن الوهم والوساوس والجهد طيب يجو أحيانا بقى واحد يقول لك يا عم أنا اتقرصت أخويا دفعت دي كذا وزوجته أنا عايز أخد يعني بالي ومش عايز أعفل المشاكل دي تلاقي بقى تطلع الفتاوة بقى يقول لك بس عايز تخلي الساحر ما يقدرش يمسك عايز تخلي الساحر ما عرفش يسحرك يقول له آي الحقني يقول له بس خلاص أفيدك بحاجة ملاش حل يقول له إيه يقول له ما تيجي تلبس الملابس الداخلية ألبسها بالمقلوب ألبسها بالمقلوب يعني ألبسها بالمقلوب يعني يقول له خلي لما أخذ المتخاط بره والمسطور جوه وبتاعه يقوم الراجل جاي لابس الفانيلا بالمقلوب والشرطة بالمقلوب وداخل على زوجته وبعدين تشوفوا يوم الفرح بالشكل دي أقلوا لها صنع عشان ما يتعملش سحر ده كلام باطل وجهل وكلام عوام لا يقدم ولا يؤخر وله وقاية وله أي شيء بل عبط وحماقة واحد تاني يقول لك بس عايز ما حدش يعرف يعمل لك سحر خالص آه تعالي هات الشرطة بتاعك وهم وديه لترزي ويجيب معاش ويترامله وزلط وقول له حطهم له في الدك يعني في المكان اللي هو بتخلط فوق اللي بقى فيه الأستك وبعدين تتجي يوم الفرح تلاقيه زي الجند اللي في المعركة شايل في جناب على شايل ايه يا عم والحاجة ايه لا كين يقول لك اصالي شايل رامل شايل رامل وزلط شايل رامل وزلط ليه يقول لك عشان ما يتعمل ليش عمل جهل وحماقة وعدم فهم وهذا الشيء لا يخدم ولا يؤخر ولا ليس الوصلة بالموضوع على الإطلاق فيه واحد تاني تبقى عاملك مفتح ويقول لك لا يا عمال لا بشيل دا ولا بلبس المقلوب ومال ايه يقول لك هات سكينة وارغف عيش سكينة حطها جنب رأسك وارغف العيش اول ما البتاع يجي من عند الساحر هيخف بالسكينة وليق ايه لقمة العيش طب فلسفية ايه لقمة العيش ما عرفش بس ما يشوف السكينة وانو العيش هيجري كل هذا من الدجل كل دي دجل وشعباذة وشعواذة ويعني قول فيه ما شئت قول فيه ما شئت ليه أنا ذكرت الاشياء دي لأنها منتشرة في الارياف حتى عند كثير من المتعلمين من ابناء بلادنا واحبابنا فآثرت بالذات أن أذكر هذه المثالب حتى أحذر منها ده ربما يعتقد في الشيء ده كمان ودي تبقى المصيبة والعياذ بالله جل وعنه وإذا كان يقول أشهد كلها جهلات حماقات سفاهات ليس لها صلة على الإطلاق لا بموضوع السحر ولا بالوقاية ولا بشيء على الإطلاق والاعتقاد فيها أمر شر والعياذ بالله جل وعنه يجعل الإنسان في ضلال يجعل الإنسان في ضلال طيب واحد تاني يقول لك يعني أنا معي فلوس أنا إيه اللي يوديني لدي ولدي أنا روح بها الواحد تاني عامل شيخ يعمل لي حفظ وبعدين يقوم راح لواحد يقوم قيب له ألم أحمر ويقعد يخطط له ويكتب له حروف ويكتب له أية الكرسي مفرقة ويقول له عنده بقى معك بقى شو بقى مش تخاف من أي حد باطل وجهل وتخلف وحماقة أيضا ليه؟ ولا في كلام من ده على الإطلاق ولا في حاجة اسمها حجاب ولا يعتقد في هذا شيء ضلال وإنه بقى يقعد يكتب لك اسمك واسم أمك في مربعات وكلام فارغ من ده لا 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 ده باطل وإفك وجهل وما روش أي صلة بالقضية ولا بالوقاية بل ضلال طيب في واحد تاني وليك العهود السليمانية لا بنحتاج أن نروح للشيخ فلان ولا للشيخ علان ده مطبوع في ورق وبتتباع في المكتبات وتلاقي بقى رسومات زي ثعبان وما نشعرف إيه وهنا جزء من آية وهنا مش عرف إيه قسم وهنا وعق وليك ده العهود السليمانية إما بتشيلها معاك مش حاجة تستجر تخش البيت باطل وكذب وإفك وجهلات خلي بالكم أنا بحاول أذكر لكم كل ما أسمع عنه في المجتمع من باطل بالنسبة للوقاية على أساس أني حذرتك من هذه الأمور وخذتك على نظافة في العلم الشرعي فخلي بالك من دي لا في حاجة اسمها عهود السليمانية اللي بتتبع دي ولا لها واقع ولا لها مصدقية ولا هي أي شيء على الإطلاق كذا بالنسبة للطرقين التي ذكرتها طيب واحد تاني خلي بالكم إيه دي برضو موجود عندي أهلنا في الصعيد وفي الأرياف يقول لك إيه لابد نزفرهم ده عايزي بأدمه زفر لو بقى دمه زفر لا يأثر فيه سحر ولا يمسه جان إزاي تزفره يقول لك لها طريقتين تعمل إيه يقول لك نجيب حاجة نتبحها وبعدين نجيب الدم ونلطخ بجسمه إيه القذرة دي إيه الجهلة دي أي التخلف دي طيب هل هذا الشيء ما احترمي حتى بالنسبة لقيامه على الجهل يؤثر له ربي وليس له صلة لا بالوقاية ولا بغيرها بل قذرة مع جهل مع ضلال في حل الاعتقاد كمان طيب الأمر الثاني ايه يقول لك لا مش كده يقول لك أنا مش هقول لك جيب دي واتبح ولطخ كده لا ده أنا أقول لك تجيب هدهد وتجيب دم الهدهد وتعمل كده وكده باطل وجهل وليس له صلة على الإطلاق بهذا الشيء واتلاقي بقى اللي بقول لك بيض اللي بقول لك كده حاجات كده ما أنزل الله بها من سلطان ما أنزل الله بها من سلطان طيب بعد ما ذكرنا الأمور المشهورة في المجتمع بتاعنا وبينا بطلان هذه الأمور واثبتنا أنه لا صلة لهذه الأمور بالسحر ولا بغيرها على الإطلاق فضلا عن الحماقات والجهالات المترتبة فضلا عن الضلال بالنسبة للاعتقاد في هذه الأمور أدخل بابي بإذن الله جل وعلا على الصواب طيب الوقاية أول شيء في الوقاية يا جماعة تقوى الله مع حسن الاعتقاد تقوى الله مع حسن الاعتقاد أول شيء حسن الاعتقاد لوصحة الاعتقاد ليه صحة الاعتقاد لأن الإنسان إذا فسد اعتقاده وكبر عليه أربعا رب عابد عبد الله آناء الليل وأطراف النهار وكان مصيروا إلى النار يعيد يطوف حوالي الأضرحة ويقبل الأعتاب ويدعو الأموات وديك تنصحه ما يتنصحش تفهمه ما يفهمش إلى آخر هذه الأمور ويذبح لغير الله وينظر لغير الله إلى آخر هذه الأمور ضلال إنما صحة الاعتقاد وذلك يكون بالإخلاص والمتابعة من خلال الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم من حيث المتابعة إن تابعت النبي صلى الله عليه وسلم كنت على الحق ليه وما آتاكم الرسول فاخذوا وما نهاكم عنه فانته قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لما كان يرجو الله اليوم الأخير وذكر الله كثيرا إلى آخر الأدلة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أصعي عند أحمد وعند أهل السنة فإنهم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كثى الإخلاص وما أميره إلا ليعبد الله مخلصين له الدين ولذلك يقول الفضيل ابن عياد رحمه الله إن الله لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا ومعنى صوابا أي موافقا للكتاب وصحيح السنة خالصا أي لوجه الله جل وعلا أن نركز صحة الاعتقاد بعدها على طول تقوى الله أي عليك أن تركب الله جل وعلا في أقوالك وفي أفعالك في سلوكياتك في الظاهر في الباطن لماذا؟ قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فإذا هم مبصرون والتقي ولي والولي من عباد الله الذين لا سلطان للشيطان عليهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ولذلك التقي ولي والولي قريب من الله جل وعلا بفعل الطاعات وببعد عن المعاصر والمحرمات الأولياء ملأتقياء حيث كانوا وأين كانوا يعني وأينما كانوا لذلك فإن التقي يخشى الله جل وعلا في السر في العلن في الظاهر في الباطل أمام الناس من خلف الناس ومدام يخشى الله ويراقب في القول والفعل إلى آخر هذه الأمور فإنه محفوظ بحفظ الله جل وعلا فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين بسرعة جدا عشان الوقت اثنين المحافظة على الصلاة المحافظة على الصلاة لأن الصلاة صلة بين العبد وربه جل وعلا وطالما أن هناك صلة بين العبد وبين الله جل وعلا فإن الشيطان لا يقرب الإنسان فإن الشيطان لا يقرب الإنسان ومدام هناك صلة بين العبد وبين ربه بين الطراب وبين رب الأرباب فإن العبد يدعو ربه جل وعلا فيرفع الله جل وعلا هذا الماقد ويحفظه من بين يديه ومن خلفه له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ولذلك الصلاة صلاة بين العبد وربه بين الطراب ورب الأرباب والصلاة بإذن الله جل وعلا فضلا عن مكانتها وعن أجر فاعلها إلى آخر هذه الأمور هي وقاية بإذن الله جل وعلا طيب بعد كده الأذكار والأذكار دواء هي من باب الدواء فإن الله خلق لكل داء دواء والأذكار دواء بمعنى هذا شيء مدام ما فيه شعودة للأطباء والطبيب العضوي ليس له فيه شيء بل هذا من الأمور النفسية والمعنوية أو من الأمور التعجزية يبقى يعاد فيها إلى الله جل وعلا فاعل الإنسان الدعاء مرة أخرى فاعل الإنسان الدعاء لرب الأرض والسماء وقال ربكم دعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه إلى آخر هذه الأدلة والدعاء عبادة والدعاء عبادة كما أن الدعاء له سر عجيب مع المقادير بمعنى إما أن يكون الدعاء قويا يعني خرج بإخلاص من قلب حاضر لله جل وعلا اتمنت فيه الشروط والأداب أو إما أن يكون الدعاء قويا فيرد به القدر وإما أن يكون الدعاء ضعيفا فيقع القدر وإما أن يكون الدعاء بين البين فيعتلجان يقول قائل وهل يرد القدر في قدر ربنا يحصل أه نعم يرد والحديث عند أحمد وعند الحاكم والحديث حسن ولا يرد القدر إلا الدعاء لأن الدعاء قدر والقدر قدر فهذا يرد ذاك إذا كان قويا مستجابا إذا كان قويا مستجابا طيب النقطة التي تلي ذلك حسن الظن في الله جل وعلا وبالله جل وعلا ما حسن التوكل عليه سواء كان الإنسان في معركته مع العدو الظاهر أو مع العدو الباطن يبقى يحسن الظن بالله وفي الله ويتوكل على الله جل وعلا بحسن التوكل مع العدو الظاهر الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا شف فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الأثر أو النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء إلى آخر الآية نجاهم ربنا يبقى مرة ثانية مع العدو الظاهر الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل إلى آخر لم يمسسهم سوء إذن مع العدو الظاهر ينجي ينجي الله جل وعلا الذين اتقوا بال إنهم ينقلبون بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مع العدو الباطني في قوله جل وعلا وقال موسى ما جئتم به السحر وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيباطله إن الله لا يوصل لح عمل المفسدين أو مع العدو الظاهر ومع العدو الباطن أربعة آية الكرسي أي بقراءة آية الكرسي بقراءة آية الكرسي واحد يقول لك سبع مرات ولا تسع مرات ولا أحد شهر مرة ولا واحد يقول لك مئة مرة سبع الكلام ده قراءة أو خلاص قراءة إرت مرة أعانك الله في قراءة في أول النهار في أول الليل أيضا بالنسبة لي أذكار الصلوات في موطنها خلاص إنما في واحد يقول لك شوف تقرأه في اليوم تلتمين لو بتنسع وتسعين لا كله ما احترامي يعني لا يموت للعلم بصلة لا يموت للعلم بصلة لكن بقول لك هو من الأمور بإذن الله جل وعلا التي تحمل الوقاية من السحر قراءة آية الكرسي فاصل وبعده واصل إن شاء الله الحمد لله أعودنا بفضل الله جل وعلا إذن قرأة آية الكرسي لماذا من الحديث الصحيح اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح مت اقرأ عليها آية الكرسي فإنه لا يزال عليها من الله حافظ حتى تصبح يبقى خلي بلك معي جدا قال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله النوع الأول هو الذي يتقى به خطر السحر قبل وقوعه فأهم ذلك وأنفعه هو التحسين بالأذكار الشرعية والدعوات والتعوذات المأثورة ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة شوف مواطنها هو خلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة وبعد السلام يعني بعد السلام وبعد الأذكار المشروعة من خلال ما تقرأ طبقا للوارد في الحديث طيب قال الشيخ ومن ذلك قراءتها عند النوم قراءتها عند النوم وهي أعظم آية في القرآن الكريم طبعا من فتوى له برقم 8.016 رحمه الله يعني الشيخ عايز أقول لك من الأسباب الوقاية اللي لها بإذن الله نفع عظيم الدعوات التعوذات المذكورة المأثورة ومن ذلك قراءة آية الكرسي تقرأ في ضبر كل صلاة ليخلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد السلام وكمان مشكلة بس وقبل النوم انت داخل تنام هتنام اقرأ لأن تذكر فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله يحافظ حتى تصبح قلت إراها وانت قلت نام آه ربنا وكل بك حافظا إلى أن تصبح وجعلها سببا بإذن الله جل معانا أيضا الشيخ يقول وتقرأ قبل عند النوم نحن من قلبة والأحاديث الوردة في فضل آية الكرسي وهي ضمأ كثيرة بل وحكايات العلماء وحكايات الصالحين في فضل آية الكرسي وفي أنها سبب من أسباب الوقاية بإذن الله جل وعلا من السحر ومن أضرار الشياطين أكثر من أن تحصى يعني ملأ بها أبوابا في كتب كثيرة جدا لو أني ما احترامي ذكرت لكم فقط ما جاء في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم من فضل آية الكرسي وحينما قرأها أصحاب بل يكر أن الشيطان هو الذي يقول ويعظ في تلك وينصح ويقول اقرأ عليها آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح وفي الواقع لا يزال عليها من الله حافظ حتى تصبح بيقول الصحابي الجليل اقرأ على حكتا دي آية الكرسي دي بإذن ما نقدرش نقرب بقى خلاص ما نقرت على آية الكرسي خلاص ما على حافظ من الله جل وعلا لغاية الصبح ما نقدرش نحصل على الإطلاق كذا بالنسبة للوقاية من الشر كلهم طيب والمعلوم أن قراءة آية الكرسي تمنع كيد الشيطان تمنع كيد الشيطان لأنها تمنع الشيطان في الأصل وبالتالي تمنع كيد الشيطان والسحر إنما هو من الكيد أيضا وما كفر سليمان ولكن الشيطان كفروا يعلمون الناس السحر هو من كيد الشيطان ولذلك فهي سبب عظيم من أسباب الوقاية من هذا الكيد طيب النقطة الخامسة قراءة آخر آيتين من سورة البقرة قراءة آخر آيتين من سورة البقرة لآمن الرسول إلى آخره قال ابن باز رحمه الله ومن ذلك قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل في أول الليل وهما قوله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربيه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم من رسله وقالوا سمعنا وطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعه لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر الآية فقراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في أول الليل سبب بإذن الله جل وعلا لتجنب الإنسان هذا الشر وفي سبب لوقاية الإنسان من هذا الشر الجسيم سواء من الشياطين أو من كيد الشياطين أي من السحر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من قرأة بالآيتين من آخر البقرة يعني من آخر سورة البقرة كفتاه من قرأة بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه النبي اللي يقول له كلام واضح وضوح الشياطين في كامل السامة من قرأة من آخر من قرأة بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه طبعا عند البخاري ومسلم والمعنى الشيخ يقول والله أعلم كفتاه من كل سوء كفتاه من كل سوء رقم الفتوى ونفس 8000 وستاشر والصحيح أن معنى كفتاه من شر ما يؤذيه كفتاه من شر ما يؤذيه صحيح الوابن الصيب 172 صحيح الوابن الصيب طيب وقال ذكر العلماء والصالحون في تأثير الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة الكثير والكثير من الحكايات والروايات الصحيحة في هذا المضمار أيضا وثم نقطة في غاية الأهمية يقول قائل يعني أنا حينما أريد أن أقرأها الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة هل أقول في نفسي سأقرأ الآيتين سبعا أو ثلاثا أو عشرا أو عشرا أو مئة أقول لا لم يضبط ذلك ولم يرد اقرأه خلاص أول ما تيجي اتنين في أول النوم اقرأ آخر الآيتين أما أن الوسواس يعتريك تقول لا مئة إن كانت تسعة وثلاثين يعني أنا أصوأ أزودها من الألث مئة من اللي حد وعد تقول لي خمسة عشر مر من الذي حد وعد سبع مرات من الذي حد وعد لا يجوز لا يجوز على التقل لأنه ما ثبت عن النبي صلصان فيها لا عد ولا عد طيب في نقطة في غاية الأهمية واحد يقول لي طيب أنا عايز أقرأ بالنار لا بأس أقرأ بالليل لا بأس أقرأ في أي وقت أتوجس لا بأس ولكن بضابط ألا يتمكن منك الشيطان بوسوسة يبقى أنا موضوع ثاني خالص موضوع ثاني خالص بمعنى إن كيد الشيطان كان ضعيفا تعيش بها تسمع للناس الدجالين المشعوذين والمرتزقة اللي بيرتزقوا من هذا الباب إنه عايز يعيشك في الوهم ده كله عشان نسكوا لا تتوهم وينموا يقوموا سحر السحر الشيطان الشيطان العفرية العفرية والله الذي لا إله إلا أكثر من تسعين في المئة مما نسمع عنه ونرى في الواقع الآن كله دجال وشعوذة وما فيش أي حقيقة فيش أي حقيقة لكن الأمراض النفسية لها دور والأوهام لها دور والوساوس ويجزء من الأمراض النفسية لا دور عظيم جدا بل والواقع المر اللي إحنا عايشينه من الإقسام المجتمعي والكرهية الموجودة والحقد الموجود واختلاف الناس والفأر والضنك والبعد عن ذكر الله جل وعلا وعن العلم والعلمة بسبب الحملات الكثيرة اللي آمد لتشويه المشايخ ولتشويه الدين ولشيطنة الإسلام باعد الناس نوعا ما أو قدرا ما فالشيء جاءت سابط طبعا لأن فيه ناس أعراضت عن ذكر الله جل وعلا بسبب اللي بيحصل في المجتمع دي وانت شغله بقى بديه أنا مع ديه وديو لك وأنا مع ديه ربنا يا حرق ديه وديو لك ربنا يا حرق ديه ده اللي صح وديو لك ده اللي صح ده اللي باتتبعه ده اللي باتتبعه كله كله هن وكله أفكار غم وأشياء ما احترامي بتضيع عمرك فيها ملاش أي قيمة ملاش أي قيمة زي ما عاد أقول لك الورقة دي والا دي كاننا لما تخيرنا حقيقة بين حقيقتين أو بين شيئين عظيمين إنما زي فريق الكورة خلاص دول مع دول ودول مع دول بالحق وبالباطل وبعدين يقوم هذا التأثير يؤثر في الكاني المجتمعي الناس بتتعب مخابة تعب ليه بيجي يسمع المشايخ بتاع دول آه يرجع يسمع بتاع دول آه ده آه لأنه ما يشفاه ما يقدر يستوعب ولا يميز الصواب من الخطأ ولا حتى معظم اللي بتاع المنابل يقدروا يميزه الصواب من الخطأ ولا ملو من أهل التخصص ولذلك يقول نجيب لك شيخ نصكم ايه ركا يفضل الشيخ إن كان الشيخ نبي أيدي أنا نهو إنما ده باطل نراحل الشيخ نصكم من هنا يقول لك أنا نهو ده باطل يقوم من راجل مخو يتعب يقول لك أنا احترط ونهو الصح ونهو الصواب ونهو اللي بقول ونهو الدين ونهو اللي مش دين إلى آخر هذه الأمور الناس تعبت زي القنوات التجارية دي طلع ما شيخ تفتي حاجات أنا عمري ما شفتها في كتب ولا قرأت عنها على الإطلاق يعني أشبه بحاجات كوميدية كده خلاص طلعي الشيخ أو بيفتي أم حاجة لا حرج يا جوز كيت وأنا كل شيء كل شيء اللي انت عايز تاخده فما بقتش دي حمى الفتاوى دبأت شيطانة الفتاوى ولذلك أنا بنصحه فيش أي واحد بيطلع على شيء تجاري ويكون مسيس واخد توجيهات لتحويل مصاري الفتوى الواحد يسمع له أبدا أبدا ولا يثق فيه بل لا يوثق إلا في العالم الرباني في العالم الرباني الذي جمع بين العلم والعمل والعالم الرباني يطعن ويبتلى يطعن ويبتلى يبتلى المرء على قدر دينه أي ناس أشد بلاء قال الأبياء ثم الأمثل فالأمثل فإذا لم يبتلى من القريب والبعيد ويحسد ويحقد عليه من القريب والبعيد لا دم يحتاج مرجع يحتاج مرجع ولذلك بلك الناس تعبد الناس تعبد طب الفائري اللي جاء ليه لكن ما رحبه للشيخ فلان والشيخ علان واللي بيعمل كذا واللي بيعمل كذا أنا تعبال ما بعرفش نم بالليل وانت مش عارف تنام ليه لأنه هو خلاص المشاكل والشيطانة اللي تمت والقراهية اللي في المجتمع لأنه كنت بقى بالعم فلان بشده ويجيعد عنده ويشدينه وبنحب بعض موت هلو هتو ملخش عليها سلام أنا عملت ايه المجتمع كريه بعضه المجتمع تعب والفقر زاد فاذاك يجي ينام مش عارف ينام تعبال الشباب ما عادش قادر يتجوز البنت ما بتجوزش ليه ده البنت جميلة يبقى معمول لها عمل والولا الولا بقى مريض ليه مش عايز يخرج ليه الولا هي اسم الشارع تعب المشى مع دول هتقوله إرهابي وانراح الجامع على طول الولا ده مشكوك فيه وبعدين المشى مع دول على القهوة الولا بتاع بنجو تعب احتار يعمل ايه انتبع القنوات دي ولا القنوات دي كل واحد براهن على أتباع المغيبين فيقوم ملازم البيت قولك الودة ده كان زي الفراشة الودة بقى قاعد الودة بقى مكبوط الودة معمول له عمل بقى الناس كلها معمول له عمل الكبير معمول له عمل والصغير معمول له عمل والمولود معمول له عمل واللي يجيله إسهل معمول له عمل واللي يجيله نازف معمول له عمل واللي يجنوا أنفلوان زي ما عملوا عمل لا المجتمع عايش في خرافة في خرافة ولذلك أرى أن نتمسك باتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك النجام ولذلك زيبانا مشي لك بالترتيب يمشي معي بالترتيب وسأتقف على الوقاية الصحيحة دون ذرة من تثريب طيب بعد كده بقى قراءة الإخلاص والمعوذتين قراءة الإخلاص والمعوذتين قراءة سورة قلوا الله أحد والمعوذتين قل أعوذوا برب الفلق قل أعوذوا برب الناس قال ابن واس رحمه الله ومن ذلك قراءته قل هو الله أحد وقل أعوذوا برب الفلق قل أعوذوا برب الناس خلف كل صلاة مكتوبة لا معروف في الأذكار أذكار الصلوات وقراءة السور الثلاث ثلاث مرات في أول النهار وأول الليل يعني بالنسبة لهم الأذكار بتاع الصلوات نحن نقرأ فضلا عن أني نقرأ كل واحدة ثلاث مرات في أول النهار وفي أول الليل في أول النهار وقاية في أول الليل وقاية في أول النهار وقاية إلى الليل ما في شيطان يمس الإنسان ولا يقرأ بالإنسان ولا سحر يؤثر فيه ولا كيد يؤثر فيه لغاية الليل في أول الليل أهم أرهم برضو ثلاث مرات مش بقى تلاتين ولا تلتمية ولا كلام من دي لا تلات مرات بحسن اعتقاد وتصدق للنبي صلى الله عليه وسلم في الحالة دي يبقى طوال الليل بإذن الله مش أي شيء إلى الصباح أول اليوم كذلك أول النهار أقرأ ثاني إنما الإنسان بقى اللي يقعد بقى أم جايب لي سماعاته مركبها ويقعد يقول لي البقرة ثلاث مرات والأنعم خمس مرات يا عمي أنت اللي بتمرد نفسك ياخي لا أمرك بذلك ربنا ولا أمرك بذلك نبينا إنما اللي يقعد يقول لك اسمعها كذا مرة وقلها كذا مرة ويعمل كيت وتلاقي في الآخر الشخص يقول لك أنا تعبان ما هي لازمة نودانه هتتحب بيشغل 24 ساعة هنا شيء الأمر الثاني يقول لك أنا ما أريدش تات مرات أنا إلا تربعة دا خمسة دا ثلاثة يجري وسواسة ما هو من الشيخ الضال اللي قال له كلام دي إنما ديننا دين يسر ودين وسطية واعتدال ما فيش الأمور اللي تولي إلى ذلك أهو في الأذكار بتاع الصلوات بنقولهم في أول النهار ثلاث مرات في أول الليل ثلاث مرات إنما إنك تعب بقى تعمل لي وخمسمة مرة وتسعمة مرة وتتعب الناس وكيت وفي الآخر تجيب تشويه لهذا الدين لأ اتباع النبي اتباع النبي بتوش دخير يا شيخ حرم عليك نحن بنقول يقرأ إيه دا قرآن أيوة صح لكن كل شيء له ما قدر في الشرع بمعنى إن النبي قال لي هنا ثلاثة يبقى ثلاثة النبي قال لي هنا مرة يبقى مرة ما تجيش أنت تشرع لي وأنك تقول لي إلى أخر هذه الأمور لا وما أنتش أعلم من النبي النبي ما علم من خير إلا ودلنا عليه وما علم من شر إلا ونهان عنه يبقى نلتزم ونقف عند حد الأدب طيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفاي ثم نفث فيهما يقرأ فيهما ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات نبي كده وبعد يقرأ فيهما يقول له الله ثلاثة المعوثين ثلاثة وبعدين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده كم مرة ثلاث مرات وثبت أنه كان يعوذ الحسن والحسين بالمعوذتين ولا حرف ذلك كثير زي إيه النبي قبل نزول المعوذتين كان يعوذ الحسن والحسين بقوله وعيذوكما بكلمات الله التامة من شار مخلق ثلاث مرات وعيذوكما بكلمات الله التامة من شار مخلق 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 أي لما أنزل الله المعوذتين على قلبه صلى الله عليه وسلم اكتفى بهما دون غيرهما معاش إلا المعوذتين طيب الأذكار والتعوذات المأثورة والمحظة على الأذكار والتعوذات الثابتة المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل للوقاية من السحة والتعاوذ بكلمات إلهة التامات من شر مخرج يعني ايه ده ثابت عن نبي يعني انا عايز اتزل مكان وخايف من مكان ده حد يعمل لي في حاجة او يضرني في شيء او يؤذني في شيء النبي قال لك قولي الله وقوله لك ده ثلاث مرات ما تخافش هتبقى في امان وهتخرج بامام تقول اعوذ بكلمات الله التام مات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التام مات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التام مات من شر ما خلق طيب انا خايف من عين الرجل ده عينه بتفلأ وخايف في هوام في المكان دي أعوذ بالكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اللي هي العين الحسود تولى ثلاث مرات أعوذ بالكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة عندك أعوذ بالله السميع العظيم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفسي عندك أعوذ بالله العظيم ووجه الكريم وسلطان القريم من الشيطان الرجيم ومن شر ما خلقه وذره بره عندك أعوذ بالله العظيم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن برم ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طريقه يطرق بخير يا رحمان طبعا الكلام كثير قال القرطبي وقد جربت ذلك حتى أني نسيت ذات يوم يعني أنا أقول الأذكار دي فلرغني عقرب إلى آخر ما ذكره طبعا كلام كثير لكن وقت الحلقة شارف على الانتهاء وبإذن لا سأتم ذلك وسأاتي بإبطال هذا الأمر وبالمعالجة له بما جاء من صحيح السنة ومن أقوال سلف الأمة في الحلقة القادمة لكن بحذر مرة ثانية وقول يا جماعة أنا أقولها ومش همل ما ليش إلا صفحة واحدة في النت وما ليش في شبكة العنكبوتية وما ليش إلا موقع صفحة الرسمية مش معنى كده أني تقول صفحة الشيخ الرسمية بقى بتاعتي لا صفحة الرسمية شرطها وعشان تعرف دي بتاعتي ويا ريت تقطع دي وتحطها عشان تحذر إن لا فيها رسائل ولا فيها تواصل ولا أي شيء ولكن ابني بينزل شغلي عليها من قناة الرحمة أو أي مكان آخر زي أي قناة ثم الحكم والمواعظ اللي بنحطها وبعض الفتاوى غير كده لا ما فيه وشرط عشان تخش صفحتي لازم أن تكتب بالإنجليزي الزغبي A-L-Z-O-G-H-B-E أبلها تلاقي صفحة الشيخ محمد الزغبي رسمي دي بتاعتي وموقعي دون ذلك للناس ثانية لأنا مسؤول عن اتصالات ولا مسؤول عن كلام وأنا بنصحه بقول أمي يا أولادي يا إخواني يعني بنا نتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان ما يجوش هذا على الإطلاق ما يجوش هذا على الإطلاق لا يجوز لا يجوز أنت أولادنا وأنت أحبابنا وأنت كت لكن الأمانة أمانة فأنا يا جماعة بقوله ليس لي تواصل ومقعد سدقني على النت بقول حتى إيدعي كذا أقوله كذا أي شيء ما ليش أي كلمة على الإطلاق ولا الرسالة ما بتجيلي وبرج عليها ما في كلام مندي لأني ما عندي وقت والله ما عندي وقت ولأن الوقت قد انتفن أقول لكم ولكن إلى أن ألتقي بكم وبكن في حلقة قديمة إن شاء الله جل وعلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر